على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخالد بن محمد بن زايدان الهيان ولعاهد أبو ظبي على رأس وفد الرفيع المستوى إلى العاصمة الماليزية أكوالا لنبور وقع دولة الإمارات وماليزية أعلان نوايا مشتركا لإطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وأكد معالي الدكتور ثاني زيودي وزير دولة التجارة الخارجية الذي وقع عن الجانب الإماراتي عن توقيع لا نوايا المشترك ترجم قوة ومتانة العلاقات الثنائية والتي شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية خصوصا العلاقات التجارية والاستثمارية وقال معالي أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزية تواصل مسارها الصاعد إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 كما أن الإمارات هي الشريك التجاري السابع عشر عالميا والثاني عربيا لماليزيا وفقا لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022 حيث تستحوذ على منسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية